أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأحقى في مكية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرض قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات إيتني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صدقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبن أم يكونون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدني ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يحاى إلي وما أنا إلا نذير مبن قل أرأيتم شركا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان قرما سبقنا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذائكم قدم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خفن عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاث نشارا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا طرضه وأصلحني في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتا عذن لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إن أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القوم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين ولكل درجة مما عملوا الوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمسعتهم بها فاليوم تجزون عذاب الهولي بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكروا أخا عاده إذ أنذروا قومه بالأحطاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاط عليكم أذاب يوم عظيم قالوا أدئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستازئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرطنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آليها بل ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يبطرون وإذ صرطنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ظنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجزه في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك بضلال مبن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعدل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهر بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون سورة محمد مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصبح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضيب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أصنطموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعض وإما فداء حتى تضع الحرم أو لا أزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلوا بعضكم ببعض والذين قتنوا في سبيل الله فلن يطل أعمالهم سيهديهم ويصدعوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مفر لهم وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك لكنهم فلا نصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين لهم سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يعيد المتقل فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصف ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوت العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شرطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقالوا معرف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لك نقيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنواهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها إن الذين تضعوا على أدبرهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفطوا الله وكرهوا رضونه فأحبطوا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم لن يخرج الله أضانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعربتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نابلوا أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونابلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعبالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبقل ويخرج أدغانكم ها أنتم أول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبقل فإنما يبقل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سورة الفتح مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرت من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة ويغصرك الله نصر عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمنا مع إيمانهم ولله جلود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت نصيرا ولله جلود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوطره وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمنك فإنما ينكف على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أدرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وظين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قمنبرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذل من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قام أوليباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله آدرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأورج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعادم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم مؤثابهم فطحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلكم هذه وكفأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حات الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاد لكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدني سنة الله تبدله وهو الذي كفأيديهم عنكم وعيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألتمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله دعيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مقعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورطوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجل كزرع أقرج شطأه فآزره فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته أجر عظيم سورة الحجرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع معلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم بوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كتهل بعضكم لبعض آمن تحمط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وله أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان قيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا من بأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبعوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشد فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قاتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغط إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعضل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسفر قام من قام عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثموا ولا تجسسوا ولا يقتر بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا إن فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن قلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور ورحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصديقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء علم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون سورة قاف من مكية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منظر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواس وأمتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأمتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسقات لها رزق طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل والثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب العيكة وقوم الطبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالقلق الأول بل كم في لبس من قلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الجوار إذ يتلقى المتلقيان عن اليمن والشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب نعتيد وجاءت كل نفس وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفط في الصون ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغضيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأظلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيث إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار الصجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إننا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم لجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سورة الذريات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذوا فالحاملات بقرا فالجاريات إسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقة وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل القرصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتلون ذوقوا بتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محصنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قالوا منكر فرضى إلى أهله فجاء بعجل سمن فقربه إليهم قال ألا تأكلوا فأوجس منهم خفا قالوا لا تخف وبشره بغلاب عليم فأقبلت امرأته في سرط فسكت وجهها وقالت عجوز ناقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم السلام عليكم دارون نازات Ideal School and Madrasah اپنکه شوش آگوطم ایخانی روئے چه آباشی عناباشی full time شحو نورانی نازراء شمعنیت عانتور جاتيك hips بیبھاگ جنرأل play ثق eight پورچنط كتاب بیبھاگ nine ثق آلیم پورچنط پرت تي بیبھاگ جن روئے بیبھاگ Dawah will turn and ترجمة نانسي قنقر